إلى آخر نفس في نفس وارجعنا لكم من جديد مشاهدين ومكملين معكم بآخر فقرة معنا لليوم وختامها أكيد ميسك رح نحكي عن الورد أنواعه ودلالاته ألوانه وكتير مواضيع كمان أو أمور عن الورد رح يحدثنا عنها أكتر سيد محمد عماوي صاحب محل ورد أهلا فيك أهلا وسهلا فيك صباحك يا رب أهلا وسهلا مشرفتنا أهلا وسهلا فيك يعني يعني المنظر صراحة كافي لحاله يعني احنا كنا عم تحكي قبل شوي أنه قدي محلات الورود بتستهوينا احنا خصوصا البنات يعني حتى لو ورد واحدة بتكون كافية طبعا فالموضوع بمتى بلشت بالضبط فكرة محل الورد بداية محل الورد كان أنا فعليا عندي بزنس معين فاستهواني أنه أنا أعمل بزنس ثانوي حلو فاستهوتني فكرة الورد حلو فتحته بال2009 والحمد لله يعني صارنا 14 سنة وقلنا اسم بالسوق وقلنا تمام 100% يعني من 2009 لغاية الآن مستمر بعملك وحبيته بالورد وحبيته يعني صار عن حم اه طبعا طبعا وطورت كثير فيه كمان يعني احنا بلشنا بمحل الورد بعدين صلنا مكتب حفلات بعدها دخلنا نباتات وازهار القطيف صلنا نشتغل بالونز يعني صلنا نشتغل كل شيء بتعلق بالإفنت وفي الحفلات كبه ماشاء الله مش بس بالورد اهه طب سيدة محمد حكينا عن أنواع الورد هلأ يمكن احنا كلياتنا منحب الورد منحب مثلا هذا النوع المعين شكلها حلوري حتها حلوة لونها حلو ولكن ما منعرف شو الأنواع حكيناك بشكل سريع عن الأنواع هلأ أنواع الورد اللي موجود بالأردن ورد محلي احنا مثلا وفي عندنا الورد المستورد المستورد نعم الورد المحلي فيه أصناف كثيرة بالأردن حسب طبيعة الزراع حسب الجو المناخي اللي عندنا بالأردن فعندنا مثلا الورد اللي متوفر على مدار السنة الليلي اللي هو الليليوم نعم عندنا الورد الجوري الورد الجوري طبعا في منه ألوان المحبب هذا للمدار الجميع المدار الجميع في عندنا مثلا الكازابلانكا اسمها العلمي ستاير جايزر جميع في عندنا الكالة في عندنا التيولب في عندنا محلي مستورد منه في عندنا الكريز في نباتات وردو زينة بالأردن بتكون محلية برضو وفي الورد المستورد الورد المستورد يعني في أصناف ما ما بتنزرع إنا لأنه البيئة ما بتساعد بالضبط بدأ مناطق استوائية وبدأ حرارة تكون مرات عالية ومرات تكون الحرارة قليلة يعني زي الأوركيد الأنتوريوم الفيلينيبسوس الكالة برضو أيش فيه كمان فيه سباتافيليوم فيه كثير أزهار مستوردة إحنا نتمنى أنها تكون يعني تنزرع إنا بالأردن بالضبطة بس من الأسماء اللي عندي بتحسي أشياء حلوة يعني بثيري صديق مرات لما يسمعني مثلا بحكي بالورد مثلا بدي أحط لك هيك وعمل لك هيك بحكي لي هذا عربي يعني إيش اللي تحكين بزرط ولكن أكيد معها سيد محمد أن كل قطاع موجود عنا عنده مشكلاته الخاصة طبعا فخلينا نحكي عن مشكلات قطاع الورد والله مشكلات قطاع الورد يعني كثير فيه مشكلات بقطاع الورد وأهم مشكلة فترة الكورونا فترة الكورونا يعني أي قطاع آخر وقف شغل عنه قطاع الورد صار فيه خسارة يالله فترة كورونا لأنه المزارع زرع ورد الورد ما نبع شو صار فيه إله عمر زمني صح أتلفه نعم فيعني بده سنة وسنتين وثلاث سنين لما يتعافى القطاع تبعنا لأنه كان حتى بتذكر أنا كان 17 ثلاثة التسكير كان الحجر صحيح الله لا يعيدها يا رب أمين فكان يعني بعد يومين اللي هي المادرزي اللي هو يوم الأم فكان تجهيزات يعني خرافية كبيرة وكان في ورد مستورد كمان كثير ففي ناس خسروا بمئات الألوك يعني حرام للأسف للأسف والمزارع للآن يعني المزارع مثلا شاف أنه ما فيه وقت وضل شهرين أنه أنا إنتاجي عماله بطلق عماني بتلفه انتجه للخضرابات نعم يعني صار يزراح كبديل بزرق الآن البضاعة قلت بالأردن يعني الورد المحلي بشكل عام جميع أصناف الورد بالأردن قلت فبالتالي ارتفع السعر لأنه كل مزارع عمان كل مزارع الأردن يعني بشكل عام بتودي إنتاجها لبورصة زهور الأردن صحيح هذه البورصة هي اللي بتبيع فكل ما زاد الطلب زاد السعر قل الطلب قل السعر فما في ضاعية ما في ورد وسعر عالي فالله يكون بالعون للجميع يعني من أصحاب مزارع من أصحاب محلات من هذه يعني للكل لكن هاي شوي شوي الأمور الحمد لله عم ترجع يعني عم نشوف الأغراس بالله بيضل عندنا مشاكل اللي هو البيع التجزئة أو بيع الإشارات والشغلات يعني هاي كثير بالدايق لأنها بتقلل من قيمة الورد صح نعم يعني بيكون في أصناف من الورد صنف أول وثاني وثالث مثلا هذا سعره كذا هذا سعره كذا هذا سعره كذا فاللي ما بنباع بروح للإشارات والهدول اللي بيخربوا الدنيا صحيح خلينا نحكي عن موضوع هلأ إحنا أكيد مننبسط لما حدا يجي هدينا ورد وأنا عني شخصيا عادي بحكي أنا كثير وبحب هدينا تلو أكيد ولكن دائما منعاني من شغلة أنه إحنا ما بنعرف كيف نحافظ على هذا البوكال الجميل لأطول فترة ممكنة هلأ في عند البعض شائع أنه بيحكوا لك حط معلقة سكر مع المي يلي داخل الفازة مثلا يلي إنت حاطتها هل هذا الشيء صحيح ولا لا كيف ممكن أحافظ عليه هلأ في ناس تحكي بتحط فاندول أو ريفانين كمان وفي ناس تحكي بتحط دواء تنظيف هذا غلط للحكي الوردة لازم إذا كانت بفازة بمي لازم تنقص بشكل طولي يعني بشكل مش مستقيم بالعرض أوكي وتنحط بالفازة كل يومين لازم تبدل المي وتنقص أهام على الورد أهام المحلي يعيش خمس أيام لسبع أيام الورد المستورد يعيش خمس أيام بدون مي أهام بدون مي وإذا نقص وتعامل بطريقة مزبوطة يعيش عشر أيام جميل فهو الطريقة الوحيدة أنه أنت تحاضي على الورد لازم ما يكون الجو حار بدك تبعدي عن الحرارة أو أنه الشمس مباشرة تسلطي عليه هذا غلط الجو يكون جو البيت العادي مش حامي تمام ودائما ينقص وتتبدل الميتبات وإذا كان موجود باسفنج تمام بس الاسفنج بده ينزاد مي يظل الجو نوعا ما بارد طب ألوان الورد ودلالاته وهالأمور هاي كلها ألوان الورد مثلا الأحمر إيش معنى الوان الأحمر يعني يعني مربوط بالحب دائما هيك إحنا هيك المتعارب يعني أنا في واحد من الزباين عندنا يعني قلتوا طيب إنت ليش بدك تاخد ورد أحمر قل لي معناها أحبك حتى النخاع الله فهي دلالة الورد الأحمر الحب يعني بشكل عام كل الدول الورد الأحمر معناها الحب حتى النخاع ولا مش شرط يعني حتى النخاع هي أقصد رجالة الحب موسط الورد الأبيض مثلا اللون الأبيض بشكل عام نعم اللون الأبيض ببرمز للصفاء العطاء الحب الأبدي نعم الله جميل حب الأبدي إذا بتلاحظي بالأعراس أغلب الورد إيش بيكون؟ أبيض صحيح أبيض ليش لأنه يعني بداية جديدة بداية حياة جديدة لما يدخل القفص الذهبي تمام ومعناها حب أبدي للعروسين يعني كل الموجودين بتمنوا لهم الحب الأبدي نعم كما أحلام إيش فيه كمان ألوان الأصفر الأصفر لن تكوني لأحد غيري الله هكي شعرية نعم لن تكوني لأحد غيري هو أصلا هو بدل على الغيرة بالزبط الأصفر بالزبط الأصفر اللي سابدي أحكي هذه المعلومات ولكن بنفس الوقت مثلا هلا إحنا بنتفرد مثلا بديك تهني شخص على السلام أنه عمل عملية أو طلع من المستشفى أو صار معها إشي معين بنودي له أبيض وأصفر الأصفر برضو يعني للطهارة للنقاء والأصفر بدخل معه مش بمعنى الغيرة بمعنى أنه تمني بالسلام بالسلام صحيح كنت بدي أسألك هلا إحنا بصير في عنا كتير مناسبات مزبوط ممكن يعني نحتاج لبوكاورد بس ما منميز يعني مثلا هيا حضرتك ذكرت أنه ندخل الأصفر مع الأبيض بنروح مثلا عند أي محل ورد بنحكي له عمل لي مثلا باقة ورد تكون حلوة لا لا مش عندك نعمل باقة ورد تكون حلوة مثلا مرتبة عندي مناسبة كذا بس هل لكل مناسبة في إلها ورد معين أو باقة معينة من الورد؟ طبعا طبعا يعني هلا لما يكون فيه خريط تمام ومن صديق لصديقه يعني أنا صديقي تخرج مستحيل أ أدير ورد أحمر بس مثلا أنا خطيبتي تخرجت تمام بوديرها ورد أحمر ليش لأنه أنا بكون ببارك لها وبنفس الوقت أنه حب أنا بحبها تمام المستشفى عندنا يعني حالات مثلا الحمدلله على السلامة دائما أبيض وأصفر هلا مش شرط يعني هو مش هو عرف صار بس بالنهائية كل شخص هو حر يعني في مثلا ناس بتحكي لك فوق ما هو تعبان ومسفرد أو أدير ورد أبيض وأصفر آآ أوكي بدها أبيض أوكي بنعملك أبيض 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 ودرجات البنك برضو بطلع حلو حسب الشخص الموجود هلا أنا ما نيجي نحكي مثلا الخطوبة الخطوبة بالعادة أحمر أو بنك درجات البنك والبيربل تمام حسب أنتي مثلا المناسبة اللي عندك إنتي إيش بتكوني مثلا أنتي مدية هدية لشخص تمام وبدك تباركيهم بزواج إيش محطيتي لون ما في مشكلة تمام بس مثلا أنتي بدك توديها لا أنتي مثلا أخوكي أختك كده واحد مهم لا بدك تعبري له عن مشاعر طبعا الورد لغة صدقا الورد يعني لغة للتعبير يعني مثلا أنا في عنا ورد أسطوري اللي بيعيش خمس سنوات هذا بيكون محنط مظبوط ففيه منه كل الألوان فيه منه لون أسود نسا بنا نسأل على اللون الأسود لأنه كلنا نحكي على الموضوع هلا اللون الأسود أنا أنا موقفين صاروا معي يعني غيروا المفاهيم شوي عندي هلا الموقف الأول أجا شخص طبيعي جدا أخذ الأسود فأنا بحب أسأله لماذا أخذت أنت اللون الأسود يعني؟ قل لي أنا من أعشاق الأسود طب فيه دلالة للون؟ قل لي لا بس أنا من أعشاق الأسود هل هي نفسها الزنبق السوداء اللي بيكون اسمها؟ لا غير، هو بيكون ورد محنط وبيضل عايش خمس سنوات بدون ما يبدون أوكي الموقف الثاني أجد صبيعي أخذت ورد أسود فأنا لازم يعني أسأل شو الدلالة؟ قلت بدي أوديها لحماتي عشان تشوف كدهش قلبها أسود لا طبعا طبعا ما بنا حدا يبعثيك فدلالة اللون ما إلها يعني خاصة عنا إحنا بالأردن ما إلها علاقة يعني ألا بالنهاية أنت شو بتحب تقدر تهيك؟ بالزبط أو حتى هيك أغلب المحلات بتتعامل صحي، بس شو دلالة اللون الأسود؟ يعني بما أنه قاديم نحكي عن الوردة خاصة الأسطورية اللي أنت حكيت عنها بما أنها كمان بتعيش خمس سنوات هلأ ممكن أني أنا مثلا بيبيتي أحطها بالصالون أعتبرها زي كأنها إشي فخم يعني أنا حطيته شو دلالتها؟ هلأ حسب أنت شو مبتنعة فيها؟ هلأ مثلا إذا بنا نحكي عن لون الأزرق هلأ عندنا ورد أزرق؟ الورد الأزرق بيدل الخيال والغموط خيال والغموط الأسود يعني ما بقدر أفسر لك يا ليس؟ لأنه إذا بدي أحكي لك ضلاب ما بزبط أنا بالنسبة إلي بالعكس فخامة طبعا معروف أن الأسود بلقي الألوان حسب طريقة الهديئة أكيدا حسب النية بالزبط حسب النية اللي بيكتوصل فيها الهديئة طب سيدة محمد لكل حدا نعم بتابع هذا اللقاء منقدر نحكيه أنه فيه خصم اليوم؟ طبعا أنت قرر الخصم اللي بدك إياه وإحنا جاهزين يلا مية بالمية يا جماعة لا منفزح أكيد طبعا حضرتك اللي بتقيم أو بتقرر الخصم اليوم اللي بيجي من طرف برنامج اليوم من طرف برنامج يوم بيوم الخصم 20% الله يعني محرز الموضوع صحيح صراحة يعني لأي حدا عنده مناسب اليوم أو حتى ما فيه مناسبة بتقدروا تخلقوا أنتم مناسب اليوم نعم وخاصة الحلو أنه من بعد ما حضرتك يعني فسرت إلنا و للمشاهدين كمان شو دلالات الورد أي حدا عنده مناسبة يمكن صار بيعرف أكتر حاليا كيف يختار أنباتات الزينة المستوردة خلينا نوضح معناها للمشاهدين موقع المحل والاسم على الهواء احنا أزهار سيدرا بشارع بجانب مطعم المنقد جمع التوفيق وقم 57 هذا جنبي خلص شكله أول زبون عندك فرح اليوم بدي أخلق مناسبة أنا اليوم لكم خمسين في المئة الخصب معناته الله يصعدك يا رب صراحة كلك زوء وجد شكرين لطفك وشكرين تواجدك معنا والموضوع لحاله فعلا هيك حمسنا أننا نكمل بقية اليوم بسعادة صحيح بالعكس يعني هذا أسعدني كثير وأنا بشكر القناة A1 TV وبشكركم على الإستيقظ شكرا إلك وبتمنى يعني إن شاء الله يكون في لقات أكيد طبعا إذن الله أكيد طبعا شكرا إلك يعطيك ألف عافية أهلين الله يعافيك طبعا بعد ما حكينا عن الورد وأنواعه ودلالة ويمكن كمان حتى أنا وأنت فرحة عرفنا معلومات جديدة عن الورد طبعا أكيد مشاهدينا زي ما حكينا لكم في خصم لإلكم لأي حدا بيحب أنه اليوم يعني يشتري ورد به قيمة 20% مشاهدينا إحنا مشوارنا انتهى لليوم ولكن أكيد بيتجدد اللقاء فيكم غدا بحلقة عطلة نهاية الأسبوع بس طبعا إحنا كمان نوسع موضوع الخصم يعني أي حدا بعمل لايك وشير وكومنت على السوشال ميديا بحصل على خصم العشرين بالمية ومثل ما ذكر سيد محمد محل الورد اللي هو سيدرا فلاورز موجود جنب مطاعم المنقل بشارع القاردن صحيح يعني كلكم اليوم هيك عن جد اخلقوا مناسبات استمتعوا بالخصمات وانشروا الحب والسعادة والورد وعنجد اليوم مواضيعنا كانت كلها بدل على السعادة وورد وشوكولاتة داكنة وتفاؤل وكل شيء طبعا أكيد مشاهدين منتمنى لكم يوم مليء بالسعادة في أمان الله دمتم بخير وفي أمان الله اشتركوا في القناة